بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم ودارك على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله اللهم افتح لنا بخير واختم لنا بخير وجعل عاقبة أمرنا كلها إلى خير اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن قائدنا إلى النجاح في الدنيا والآخرة اجعله شافعا لنا وحجة لنا لحجة علينا اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس علم مبارك تحفنا فيه الملائكة وتذكرنا فيه في الملائك الذين هم عندك اللهم اجعل عملنا صالحا متقبلا مباركا متصلا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صحائفنا وفي صحائف أبائنا وأمهاتنا اللهم امين حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي من حضر معنا إلى المسجد وحيا الله من يتابعنا أيضا عبر الصفحات المسجد نستميحكم عذرا أن تشاركوا هذا البث إن شاء الله لعله يصل إلى أخوانكم من ورائكم ويكون لكم أجر نشر العلم إن شاء الله طيب كنا قد وقفنا سابقا في الدرس السابق عند الآية الثالثة والعشرين من قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه من سورة يوسف في طبيعة الحال والحقيقة أن هذه الآية والآية التي تليها ربما من أكثر الآيات في سورة يوسف التي توقف عندها المفسرون وأطالوا وشرقوا وغربوا وبعضهم ربما حتى تجاوز للأسف يعني بعض المفسرين ربما اعتمدوا في أقوالهم على إسرائيليات فشطوا في فهمهم وفي نقولهم مما لا يستحق حقيقة أن يذكر ومما لا يجدر ذكره في حق نبي من أنبياء الله كيوسف عليه السلام اليوم إن شاء الله سأحاول قدر المستطاع أن وحيطكم علما ببعض لمحات الأقوال المرفوضة والمردودة لكن سأركز بطبيعة الحال على ثلاثة أقوال في هذه الآية الكريمة أولها لابن حزم رضي الله عنه وأرضاه وكذلك ثانيها لشيخنا الشيخ فضل عباس رحيمه الله وآخرها لشيخنا الشيخ أحمد نوفل حفظة الله ما زال حيا يرزق نسأل الله أن يبارك به وبعلمه وقلنا سابقا وأعيد وأكرر من باب المنفع إن شاء الله لعل أحدا ربما يقتني ذلك الكتاب نعتمد في درسنا هذا كثيرا على كتاب الشيخ أحمد نوفل حفظة الله سورة يوسف قراءة تصويرية أو تحليلية أو دراسة تحليلية كتاب ثمين يا أخوة الكرام يتحدث في تفاصيل سورة يوسف من كل أحوال يتخيل أنت كتاب كامل يعني يتحدث عن سورة واحدة في القرآن الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلة مع غزارة ما كتب مع غزارة ما أنتج حول تفسير القرآن الكريم إلا أننا نسعى دائما إلى أن نسبر في أغوار هذا القرآن وأن نحاول قدر المستطاع أن نأخذ منه دروسا تعيننا في حياتنا على كل حال وراودته التي هو التي زوجة العزيز هو يوسف عليه السلام طيب راودته فعل المراودة قلنا فعل المراودة فيه فعل المفاعلة بمعنى أنه هي المحاولة في فتن يوسف وثنيهين عن أن يكون طاهرا عفيفا لم تكن مرة واحدة فقط المراودة تشير إلى المعاودة تعاود الكرة مرة تلو مرة وإذا أردنا أن نقف هنا وقفة سريعة على الحال الذي كانت تعيش به الطبق الراقية في تلك الحقبة الزمنية أو الحقبة الزمنية على رأي وأيضا إلى الحالة التي يعيشها بعض أفراد وأتباع الطبق الراقية حتى في زماننا الاختلاق الذي يكون مع السائق مع الحارس مع الخادم مع الحاجم مع غير ذلك يعتبرونهم وكأنهم إيش هؤلاء ما لهم شهوة ما لهم ميل وما لهم قيمة كذلك يعني أنت الآن لما تجد مثلا بعض النساء أصحاب النفوذ أو اللواتي لهن قيمة في المجتمع تتعامل مع السائق وكأنه إنسان مستعمل أكرمكم الله كالحيوانات لكن بطبيعة الحال تجد لدى هذه المرأة للأسف يعني في بعضهم إذا انتفى الدين أو نزع الحياء قادرة حقيقة أن تذل ذلك الرجل لتقضي وطرها لتقضي شهوتها بطبيعة الحال لاستخدامها أو باستخدامها لهذا الرجل وهذا الذي حصل تماما مع يوسف عليه السلام هذه المرأة زوجة العزيز بمكانها ورقيها في المجتمع كانت تظن أنها بمراودتها ليوسف عليه السلام إنها عم تتمنى عليه أنه أنا مرتسيدك فأنت لا تستطيع أن تقول لا يعني كانت تتوقع من يوسف عليه السلام أن يبتهج وأن يفرح أنه شوف نزلت من برجها العاجي لتتساوى مع واحد مثلي من أنا لكن غافلت عن المؤمن عن الجبل الأشم الجبل الشامخ كما يسميه شيخنا الشيخ أحمد نوف الجبل يوسف عليه السلام ما كان إنسانا عاديا ما كان شابا هكذا يسعى لقضاء وطره ولقضاء شهوته في أي حال أو في أي طريق والعياذ بالله أبدا لذلك لا بد أن نفهم هذه الجزئية جزئية الانفتاح والاختلاط التي تعيشها المجتمعات الراقية أو الطبقات الراقية هذا لا يعني أنها ليست موجودة عند غيرها من الطبقات هي موجودة في كل الطبقات لكنها عند الطبقات الراقية لماذا توجد بشكل أكبر قال لأن رب البيت ينشغل وزير أو أمير أو ملك أو تاجر يسافر ويترك هذه الزوجة ولا بد أن نفهم حقيقة في غريزة يا أخوان الكرام في الإنسان الله تعالى أودعها ووضعها إن لم تستعمل في الحلال ستستعمل في الحرار هذا واقع لا يعني أننا نبرر لأهل الحرام والعياذ بالله أعوذ بالله إنما نقول أن هذه الغريزة إن وجدت ووجدت أمامها القنوات إن وجدت قناة حلال إذن حلال هذا خير إن وجد غير ذلك سيكون غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بالصحابة الكرام وشوفوا من كرم الإسلام من كرم الله تعالى على أبناء الإسلام أن الإنسان إذا أتى أهله كان له بذلك صدقة كان له أجر قالوا يا رسول الله معقول أحدنا يأتي أهله ويقضي وطره ويستمتع ويستلذ بقضاء شهوة ويأخذ أجر شوف النبي صلى الله عليه وسلم أثار انتباههم إلى أمر مختلف تماما قال أما لو كانت في الحرام أما كتبت عليه وزرا أو كان له بها وزر قالوا بلى قال إذن وضعها في الحلال فله أجر ووضعها في الحرام فعليه وزر أو كما قال عليه صلى الله عليه وسلم هذا خلاصة الحديثة خلاصة القصة وهذا حقيقي يا أخوان الكرام لذلك الإنسان لديه غريزة وهو الأصل بإيمانه أو بكفرانه وجهوده يسير هذه الغريزة كيفما يريد ليش رب العالمين في حق من قال أولئك كالأنعم بل هم أضل في حق بعض البشر قال أولئك كالأنعم بل هم أضل يعني بعض الناس للأسف في قضاء شهواتهم وغرائزهم تحولوا من البشرية التي الأصل بها عقلانية تصل بك إلى الله سبحانه وتعالى تهتدي بها لله سبحانه وتعالى أو إلى الله سبحانه وتعالى تركوا هذا الرقي كله ونزعت أنفسهم إلى الحيوانية الشهوانية صاروا للأسف يقضون حتى وطرهم على أطراف الطريق وهذا موجود في بلاد الغرب وفي بلاد العرب في هذه الأيام إلا من رحم الله نسأل الله اللطفة والعافية لذلك عندما نتذكر هذا المشهد وترى إخواني الكرام لا حياء في الدين الله سبحانه وتعالى وضع لنا هذا المشهد في سورة يوسف وللأسف بعض المشيخ بقول لك لا تعلمونهن سورة يوسف علموهن سورة النور البنات يعني أنه بلاش يمروا على هذه الأيام وليش يا أخي ليش يا أخي عدم المؤخذة يعني هذه حالة عامة موجودة لدى كل الناس رجالا ونساء لا هذه القصة أولى أن تدرس هو أنت يعني أقدر من الله سبحانه وتعالى أن تعرف هذه القصة هم من إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين والسائلين تشمل الجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا ما تقول لي لا بلاش نفتح عليهم هالباب وإنت أنت يعني الباب مفتوح مفتوح يا أخي لكن الأصل أنت إذا كانت الشهوة حاضرة وكان الباب مفتوحا الأصل أن توجه الأصل بك أن تحاول أن لنقول تسير هذه الغريزة التي تكون في الاتجاه الصحيح أنت لن تمنعها أنت لن تمنع هذه الغريزة وإحنا الآن نرى في زماننا هذا وكثير من المجتمعات حقيقة كانت مكبوتة ومنغلقة على نفسها فأورث ذلك انحرافا أورث ذلك انحرافا ما من قل روح افتح الباب على مصرعي لا يعني لا هكذا ولا هكذا لا إفراط ولا تفريط لا كبت يولد انفجارا ويولد انحرافا ولا انحلال كذلك يولدون حرافا عن منهج الله سبحانه وتعالى لا إفراط ولا تفريط وكذلك جعلناكم أمة وسطا الوسط هو الحق وهو العدل الله سبحانه وتعالى لما جعل أو أودع هذه الغريزة لدى الإنسان طلب منه أن يسيرها في الطريق الصحيح بل وجعل في ذلك عبادة وجعل في ذلك عبادة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج من تزوج فقد أكمل شطر دينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيا أخوان كرام هذه الغريزة موجودة لا ننكرها ومن حاول انزاود على بعض لا يا أخي ما تقول والله أنا إنسان بدير بالي على حالي والله مهما كنت مهما كنت أتظن نفسك يوسف يوسف لولا لطف الله تعالى وعنايته وسنأتي على معنى لولا وإلا لازلت به القدم لولا لطف الله تعالى وحمايته ما فينا واحد معصوم لكن نسعى ونجتهد ونوجه أنفسنا لما فيه الحلال ونبتعد قدر استطاعتنا عن الحرام وأول أبواب منع الحرام أن تغرق الباب دون الاختلاط غير المبرر وغير المحتاج إليه بيجي الآن بنطواحد طب ما هو أولادنا بيروحوا على المدارس وبختلطوا طيب هم مجبرين ملزمين منعلمهم من ربيهم نزويدهم ونسلحهم بالعلم والمعرفة والتوعية والمتابعة والمراقبة ما بتركه على حل شعره أو على حل شعرها طالعة ولا بتعرف شو لبست ولا بتعرف شو حطت ولا بتعرف مع مين قابلته مع مين راحت مع مين أجد لكن لو كان الأب مراقبا والأم مراقبة يتابع الأبوان الأبناء والبنات أين ذهبوا متى ذهبوا متى رجعوا مع من جلسوا كيف قرأوا كيف تعلموا أي جامعة أي تخصص وين بتقعد وين تروح مع مين بتمشي والله يا أخوان الوضع يختلف لكن أنه والله نترك الحبل على الغارب كما يقال فهذا يعني مما لا شك فيه أنه أول مسمار في نعش الأخلاق والعفة لدى هذا المجتمع ولد هذا الجيل وليس بعيدا يا أخوان الكرام وأنا حقيقة عينتها شخصيا أنا أكرمني الله تعالى أن طلبت الزواج مبكرة وأكرمني الله تعالى بأب قدر ذلك يعني قلت له أنت تزوجت وخلفت أنجبت كان عمرك 17 سنة أنا طلبت أخطب وأنا عمري 17 سنة يعني في آخر السبعة عشر فأنا قلت له يعني أنا بتأخر كثير يعني على عيارك أنا بتأخر كثير فالله يجزي الخير قدم لي قدم وطلب لي بالفعل وتمت الموافقة لكن ما تزوجت إلى العشرين كانت تعيش زوجتي في بلد آخر على كل حال ليس هذا بيت القصيد الشاهد لما أنا خطبت يا أخوان الكرام وأنا في السابعة عشر يعني شو تتخيله ردة فعل الناس مبارك إن شاء الله بالتمام على خير لا على شو مستعجل روح إيش حياتك طب هو أنا كيف دعيش حياتي معلش ما المقصود بإنه روح إيش حياتك المقصود أنه روح صاحب فلانة وفلانة 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 وبعدين بتختار منهم يا سلام هو ما بنفع عيش حياتي بالحلال لازم أعيشها بالحرام لازم أصاحب واحدة وتنتين وتلاتة ما بنفع أجرب بالحلال هكذا المفهوم يا أخوان الكرام بيجي واحد عمره خمسة وعشرين سنة الآن في جيل اليوم بده يتزوج وين بستعجل يعني بدري بدري على شو خمسة وعشرين سنة قدامك الحياة وشو قدامه الحياة يعني هذا الرجل إذا لم يستلذ بتسير هذه الشهوة بالحلال في هذا العمر فمتى إذن وسنقرأ أنا الليلة سأقتبس كثيرا من كلام سيد قطب رحمه الله أنه يقدر أن عمر سيدنا يوسف عليه السلام في ذلك الوقت يقارب الخامسة والعشرين يقارب الخامسة والعشرين حتى ما نطول كثيرا في هذه المفردات مفردة مفردة احنا عم نوقف عندها القصد أنه يا أخوان الكرام لما يفتح باب الحرام ويفتح باب الاختلاط وباب المفاسد توقع كل شيء وإلا احنا من فراغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحم الموت ألحم الموت ومين ألحمه أقارب الزوج جاي أخو زوجك وزوجك مش في البيت ليش تدخلي ليش تفتحي له لا عيب خليه بره لا يا عمي مين قال عيب يا عمي هذا دين النبي بيقول لك الحم الموت والله يا أبو فلان حياك الله أهلا وسهلا بس والله زوجي مش موجود أنا ما بقدر أستقبلك تعال في وقت آخر وأنقيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله في محرم عندك ولد مثلا مميز سبع سنين عشر سنين أهلا وسهلا يتفضل ويقعد في غرصة ضيوف يستنى أخوه لكن ما في حدا أنت لوحدك في البيت ما تقولي أخي زوجي لا يا عمي أخو زوجك ما بستقبلي إلا بمحرم بوجود أخت أو وجود زوجته أو وجود أمه أو وجود أمك أو وجود حدا معك في البيت لا والله هذا أخو زوجي وهو صاحب بيت لا يا عمي صاحب بيت في بيته ومش صاحب بيت عند بيت زوجي هذا البيت بيتك في غياب زوجي ما بالدخل عليه حدا حتى لو كان أخو زوجي تخيلوا أنه هذه المسلمة في الدين من جادل الناس حتى يقبلوها أيام لهذه صدقا من جادلهم يقبلوهم قلهم يا عمي والله هذا ما هو رأي الشيخ اللي اخترعه لا النبي قال ألحموا الموت لا معلش أخذ بعدين قصص يا لطيف نسأل الله الحفظ والعناية نسأل الله الحفظ والعناية خلاصة القول لما فتح باب المفاسد والاختلاط والمفاتن تحصل أمثال هذه المواقف والله سجل هذا الموقف ليربينا من خلال نبيه يوسف عليه السلام وهو أفضل منه الأنبياء كلهم إنما كانوا لأجل التربية لأجل التوعية الله سبحانه وتعالى جعلهم قدوات لنا حتى نستأنس بنورهم ونستأنس بالسير في الطريق إذا ما واجهتنا العقبات التي واجهتهم نعرف كيف نخلص منها ونعرف كيف نحتمي من أن نقع فيها وأن نقع أسيرين لشهواتنا ولملذاتنا كما هذا الموقف وراودته قلنا المراودة المعاودة والمفاعلة والمحاولة مرة ومرة ويوسف عليه السلام جاء إليها صغيرا كان صغيرا كان غلاما وبالتالي كبر في ذلك البيت وعاش في هذا الجو المليء بالاختلاط المنفتح بأصحاب نفوذ وطبق راقية ما الذي تتوقعه كل ما يريدونه يأتي تحت أعينهم وعلى مثل ما بيقولوا حركة أصبع فيوسف عليه السلام تربى في هذا الجو لكنه بحماية الله تعالى ورعايته لم يبدو منه الخطأ حتى هذه اللحظة نحن مستمش عارفين راحين باتجاه القصة لكن حتى هذه اللحظة ما ثبت أن يوسف أخطأ في شيء حتى وهو غلام ما كسر ما اعتدى ما ضرب ما أساء بالعكس كان مقدرا لهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه ألا وهي تذكروها شو حكينا إحنا الأسبوع لفهر؟ قلنا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ إِيش؟ حكماً وعِلْمًا حكم حكم نفسه أول شيء حتى يصير قادر فيما بعد على الحكم العام لأنه إن لم يتمكن من حكم نفسه كيف سيحكم الآخرين وعِلْمًا طيب ليش قلنا الله سبحانه وتعالى قدم الحكم على العلم؟ مع أنه العلم أولى قال لأهمية الحكم لأهمية الحكم أنت قد يكون لديك العلم لكن ما عندك الأسلوب الذي تقدم به هذا العلم الله سبحانه وتعالى قدم الحكم هنا ليشير إلى أثره في النفس ويشير إلى أثره في الآخرين أيضاً مع وجود العلم لا يمكن أن يتصور أو يتوقع حكم أو حكم أو حكمة من غير علم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وضربنا مثلاً أوضح مثال على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما كانوا أصحاب علوم كبيرة واختراعات جديرة بالعكس كانوا ربما آخر الأمم لكن كانت لديهم الحكمة ثم جاء العلم متبعاً لذلك كانت لديهم الحكمة حكمة القرآن الكريم وحكمة عيش النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وحكمة البركة في اتباع منهج الله تعالى هذا لوحده حكمة يعني تتخيل إنسان قولوا عنه حكيم لكنه كافر يعني شو هالحكمة هاي لما وصلتك لرب العالمين وين الحكمة؟ شو هالعلم هذا اللي ما دلك على الله؟ شو هالعلمات؟ شو قيمته؟ لذلك الحكمة والعلم صنوان متلازمان لا يمكن حقيقة أن يظهر الإنسان بالنجاح في الدنيا وفي الآخرة إلا بهما معاً على كل حال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه عن نفسه عن في اللغة العربية حرف جر ويقصد به المجاوزة فهي كأنها تريد أن تخبره أن أنا الآن أراودك عن نفسك ملكني هذه النفس تريد أن تبعد نفسه عنه حتى تصبح طوعاً لها تحت تصرفها تحت إدارتها اتكيفها زي ما بدها قال وراودته التي هو في بيته عن نفسه أنه تعال ملكني نفسك أعطيني أنا أتحكم فيك أنا التي أريد أن أتحكم بك الآن طيب هذا ما اكتف فقط مجرد أنه والله شعور عندها هي تميل له قال وغلقت الأبواب تهيئ الأسباب وغلقت الأبواب ما عادش في حدا خلاص لا فيه لا رقيب ولا حسيب ولا فيه واحد داخل ولا واحد صاحبة نفوذ صاحبة نفوذ فبالتالي تهيئ الأجواء للفاحشة والعياذة بالأقل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك طبعاً فيها أكثر من رواية هيت لك هيت لك أو هئت لك وهيت لك يعني أظن فيها أكثر من من معنى لكن القصد أنه هيئت الأجواء وأنا هيئت نفسي لك وخلص يعني هيا بنا لنسير في هذا الطريق الطريق الشهواني الطريق الشيطاني والعياذ بالله فإذا ماذا فعلت هيئت الأجواء المعنوية والأجواء العملية أيضاً حتى تسير باتجاه هذه الحقيقة التي كانت تظنها مسلم بها هي كانت تظن أن يوسف رح ينبسط لأنها من الطبق الراقية تدني نفسها له هكذا ظنت لكن لم تعلم بطبيعة يوسف وبتزكيته لنفسه وبحماية الله سبحانه وتعالى له وقالت هيت لك قال معاذ الله على طول بس مجرد ما قالت رد عليها قال معاذ الله شو يعني معاذ الله معاذ الله هو مصدر من أعوذ عوذاً بالله شو أعوذ بالله شو هي العكلة يتحكي في ايدي شو أعوذ بالله شو ه لا يمكن أن أقرب هذا الفعل الشنيع لا يمكن أن أجعل نفسي طواعاً للشيطان أو طواعاً لك في تسيير أهوائك وملذاتك فيما يغضب الله تعالى لا يمكن قال معاذ الله تحوي إذن كل معاني الرفض كل معاني الرفض ولا يمكن أن أقبل تجد قول له يا فلان تعال جرب لك هالسيجارة أعوذ بالله شو بتحكي شو سيجارة ما سيجارة يا لطي هالأيام هذه الناس صارت تتسهل في الحشيش وكأنه لا شيء قل لك يا شيخ ما في دليل أنه محرم وين الدليل أنه الدخان حرام وين الدليل أنه الحشيش حرام الله ما قال الدخان حرام في القرآن ولا قال أنه الحشيش حرام لكن يا أخي أنت إذا بدك تحط في رأسك الحكي طبعا بطلع معك خضائص كثير بطلع معك القمار حلال وبطلع معك كل هذه المستجدات حلال لكن في شيء عندنا في الدين اسم القياس تقيس هذه المستجدات على ثوابت من الدين طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما أسكر قليله فكثيره حرام شو بتعمل فيك المخدرات المخدرات شو بتعمل الحشي شو بيعمل بكيف بكيف الواحد عليه صح هذا التكيف مخالف للفطرة مخالف لطبيعة الإنسان قال يا شيخ ما هو نفخ عليها تنجلي هيك بيقول نفس عليها أو دخن عليها أو نفخ عليها إيش تنجلي مش هيك بيقوله يا طيب شو تنجلي يا عليم الله لا تنجلي بتخبص الدنيا أنت علينا هو بتنجلي في راسه لكن بيعب بغمام يسود في كل الحاضر اللي قاعد في عرس والله لا الأنكى اللي قاعد في عزة قاعد في عزة ونازل لنفخ نفخ عليها تنجلي نفخ على شو يزن ينفخ على استغفال الله العظيم شو الحاكي الفاضي هذا شو الحاكي الفاضي ابتلاء والله يا إخوانك نسأل الله العفو والعافية الشاهد أنه بيجمع كلك أين الدليل يا أخي الدليل واضح لكن أنت ما اقتنعت به وأنت لا تريد أن تقتنع به وإلا القياس شو معنى أنه حكم موجود بطبيعة الحال جد شيء جديد يقاربه ويشابهه تماما بكل علاله وبكل أحواله وصفاته إذن ينزل نفس الحكم ينزل نفس الحكم أبا شيء بقول لا والله هذا الشيء وهذا الشيء هذا هو نفس والعياذ بالله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي هنا نقف شوي الآن رفضه امتنع طيب ليش امتنع بر قال إنه ربي الآن وجدنا من المفسرين من قال أنه يقصد بربي هنا زوج هذه المرأة أي العزيز ربي بمعنى رب البيت ربي هنا بمعنى أنه الذي أحسن إلي والذي أخذني واشتراني وأمنني أمنني بالطعام والشراب والسكن وغير ذلك هذا معنى لكن أليس جديرا أن يكون المعنى الأقرب لقلب يوسف إنه ربي أي الله أحسن مثوي بما في ذلك أنه سخر لي هذا العزيز أن يلتقطني وأن يشتريني وأن يسكينني وأن يطعمني وأن يشرب أليس هذا المعنى أولى بالاتباع لكن مجد من المفسرين من يقول أنه قال إنه ربي أحسن مثوي أنه الذي يقصده من العزيز وستجد في السورة مرور هذا اللفظ أكثر من مرة قال إن ربي بكيبهن عليم مثلا لما قال ارجع إلى ربك لما قال لذلك الرجل قال ارجع إلى ربك الذي يشتغل في القصر عند الملك قال ارجع إلى ربك من ربه؟ الملك فاسألوا ما بال النسوة التي قطعنا أيديهون إن ربي بكيبهن عليم قال يوسف عليه السلام يستعمل لغة القوم الناس كانت تتعارف على الملك وعلى صاحب الشأن في ذلك الوقت على أنه رب فيوسف عليه السلام كان يستعمل للغة التي اعتاد عليها الناس فيقول رب كما نقول رب البيت رب المنزل أو ربة المنزل كل هذا يدل على معنى التربية معنى التحكم معنى السيطرة معنى التوجيه معنى لنقول مثلا رب السيارة قائدها رب البيت سيده أو قائده وهكذا فما فيما يمنع إذا أخذ هذا المعنى بهذا الحد لكن هذه الآية والله يا أخواني الكرام أبعد لأنه يتحدث عن شأن خاص به بينه وبين الله سبحانه وتعالى وستبرهن الآيات ذلك فالمعنى الذي أقبله أنا وأرى أنه أقرب حقيقة وهنا أقف مع صف الشيخ أحمد نوفل في هذا قال إنه ربي أحسن مثوى أي الله إنما تعود هذه لله سبحانه وتعالى لا تعود لا للعزيز ولا لغيره وإن كان قد يتصور أنه يقول إنه ربي أحسن مثوى بعضهم قال لا لازم يكون قصد هنا العزيز ليش قال لأنه يذكرها بزوجها هذه الخائنة التي تريد خيانة زوجها يوسف عليه السلام قال لا إنه ربي كيف أنا أخونه أنا لا أخونه يعني أنا لا أخونه وهو ليس بيعني قريب لي ليس إلا اللهم أتاح لي مأكلا وملبسا ومسكنا ومشربا وتعليما عيشا أمنا سلاما ومع ذلك لا أخونه فكيف بك أنت الزوجة كيف بك تخونين هذا الرجل ويقربك وبينك وبينه ما هو أبعد مما بيني وبينه وجهة نظر لكن ما زلت أصر على وجهة نظري إنه إنه ربي أحسن مثوى يقصد الله سبحانه وتعالى لأنه الآن إحنا كل القصة أخواني الكرام مبنية على الإيمان مبنية على علاقته القصة بالله سبحانه وتعالى وعلى مراقبته بالله في كل أحوانه وكل شؤونه فبالتالي هذا يخدم المعنى العام للقصة أن يوسف عليه السلام محمي بأمر الله تعالى ومن التجأ لله سبحانه وتعالى حاشا حاشا أن يخيبه الله حاشا أن يخيبه الله قال إنه ربي أحسن مثوى إنه لا يفلح الظالمون لا يمكن الظالم مهما على في ظلمه لابد أن يأتي عليه يوم وينال جزاء أعماله ويشرب من ذات كأس أفعاله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إن الله ليملي للظالم خليه يسرح ويمرح ويكبر ويترشح للانتخابات حتى إذا أخذه لم يفلت وين تهرم من رب العالم وين رايح حتى إذا جاء أمرنا بس كلم رب العمين يغير كل شيء وين كلم أجزاء من أجزاء من الثاني كن فيكون انتهى الأمر ومر ورأينا كثير من العروش تتهاوى وسنرى أمالنا بالله كبير أن هؤلاء الظلمة ستتزلزل عروشهم وسيفرح المؤمنون بنصر الله تعالى يسألونك متاه قل عسى يكون قريبة كل مطبع كل منافق كل خائن لهذه الأمة ولمقدساتها ولثرواتها ولأبنائها وبناتها يا أخوان الكرام احنا مبسوطين انه احنا والله ولادنا عم بتركوا بلادنا ويطلعوا مبسوطين احنا انه أولادنا وهذه الأجيال التي تكبر ترى في الغرب العيش والحياة الهانئة بينما بلاد المسلمين تعج بالثروات والخيرات ولا يستطيع الإنسان فيها أن يتنفس ولا حتى أن ينال لقمة عيشه بكرامة احنا مبسوطين على هذا الحال لا والله ما هم مبسوطين عليه لكن لا نستطيع لذلك إلا أن نقول يا رب فرج وعجل بالفرج عجل بالنصر رد لهذه الأمة مقدساتها وحقوقها ورد إليها من يحكم بها بأمر الله تعالى بالعدل والإنسانية لا نريد شيء آخر نريد عدالة فقط نريد عدلا وسلامة وأمنا لنا في أفكارنا وفي معتقداتنا بدنا نروح على الجوامع يا أخيه ليش إحنا كل ناس اللي بتيجي عندنا من البلاد يقول لك يا أخي المساجد في أمريكا غير يهم إحنا قاعدين في أمريكا واللي عم بيجي من البلاد الإسلامية يقول لك يا ريت عندنا مساجد مثل مساجد لما يرون من خدمة ورعاية ولما يرون من صحوة شباب ونهضة أمة أباء وأمهات وشباب كبار وصغار كلهم في الجامع كلهم في الجامع في الوقت اللي فيه في بلاد المسلمين أو بعض بلاد المسلمين لا نعمل تصلي ويغلق المسجد لا تطرد أنت بعد الصلاة إذا بقيت خمس دقاق زيادة بيجي الحارس بيطردك ليش؟ لأنه هو يطرد إذا ما طردك إذا ما سكر الجامع بيخسر شغله ممنوع خلص صلي وروح لا مرحبا بكم بيوت الله تعالى تغلق وتمنع فيها دروس العلم وتمنع فيها حلقات تحفيظ القرآن الكريم يعني بشو طالبين إحنا حقوقنا في الاعتقاد حقوقنا في الديانة بتلاقيها بالبنط العريض في الدستور لكل إنسانا الحق في الاعتقاد بما يراه وتطبيق دينه من غير إزعاج ومن غير تضيق وين يا عمي؟ وحنا مقول بلاد مسلمين بلاد إسلام ومسلمين أصلح الله الحال إنه لا يفلح الظالمون ما في ظالم ظلم إلا سيرى من بعد ذلك نتيجة أفعاله الآن نأتي إلى بعض إخواني الاقتباسات هنا في هذا البال أو في هذا الباب في آية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب أذكر هنا قول الإمام القشيري رحمه الله في كتابه الرسالة القشيرية يقول لما غلقت عليه أبواب المسكن شوف الكلام ما أجمله قال لما غلقت عليه أبواب المسكن فتح الله عليه باب العصمة فلم يضره ما أغلق بعد إكرامه بما فتح بس غلقت عليه أبواب إيش؟ المسكن فتح الله عليه في قلبه أبواب العصمة يعني هي الفكرة مش بالباب اللي انغلق المهم أنه ما يكون قلبك انغلق عن رحمة الله وعن نور الله غلقت الأبواب وفتح الله قلبه للعصمة قال فلا يضره من بعد ذلك ما أغلق مقابل ما فتح عليه مقابل إكرام الله تعالى له وهذا جميل يقول هنا أيضا المنار وجملة القول إن أعظم مزايا البشر في قوة الإرادة لأنه معنى المراودة فيه معنى إيش؟ تطويع الإرادة شوف ما قريب جدا مراودة وإرادة قال المراودة فيها حيلة فيها دهاء فيها مكر فيها تطويع للإرادة المراودة فيها تطويع لإرادة الغير يعني أنا أقول لك يا فلان تفضل قطعتك ناف يا عمي والله ما بقدر صعب علي يا ابن حلاو والله سخنة ومرتبة وطالع شوف كيف الجبنة بتمط معك على كيفك جبنة بلدية وقطر خفيف بظل وراك شو أنا بعمل أنا قاعد براودك عن نفسك حتى إيش؟ تقبل وتلين وتاكلها وبعد ما تاكلها إيش؟ قل يا عمي إيش هالورطة هذه؟ إيش هالورطة أكل منسف وأكل كنافي لما جاء بوله الببسي قال لا أخفف السكر ما شاء الله أصيل أصيل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يدقلك قال لك المنسف والكنافي هذه ما في عليها تفاوض أما الببسي في المسألة قولا قال لك مقاطعة آخر شيء ابعدوا عني على كل حال قال إن أعظم مزايا البشر في قوة الإرادة فلولاها لكان الإنسان كالحيوان الأعجم عبد الطبيعة بمعنى أنت هذه الإرادة اللي عندك هي اللي بتميزك عدا عن ذلك ما الفرق بيننا وبين الحيوانات أكرمكم الله قال ولذلك كانت المراودة احتيالا لتحويل الإرادة وجعلها خاضعة للمراود صاحب الكنافي قال وإنما يظفر من كانت إرادته أقوى وفوق ذلك عناية الله يعني أنت طبعا بحاجة إلى عناية الله وحفظه لكن كلما كانت إرادتك أقوى كلما كان هذا أفضل لك الآن نقطة باسم قول الشيخ سيد قطب رحمه الله يقول واسمعوا الكلام جيدا وطبعا هو اجتهاداته في فهم النصوص وفي الموازنة أيضا بين أحداث هذه القصة حتى يصل إلى هذه الحقيقة التي هو لا يقول أنها حقيقة جازمة إنما يقول أنها وليدة فهم وفكر قال لقد كان يوسف غلاما عندما التقطته السيارة وباعته في مصر أي أنه كان حوالي الرابعة عشر تنقص ولا تزيد يعني بالحد الأقصى لما أخذوا باعوا كان عمره 14 سنة قل لك لا قابل للنقص أكثر من الزيادة فهذه هي السن التي يطلق فيها لفظ الغلام بعد 14 سنة بطل الغلام ما أحد يحكي له غلام ينتقل إلى إيش شاب خلاص 14 سنة وأقل غلام قال وبعدها يسمى فتا فشابا فرجولا وهي السن التي يجوز فيها أن يقول يعقوب وأخاف أن يأكله الذئب بمعنى أقل من 14 سنة هي السن التي يجوز فيها أن يقول الأب عن ابنه أنه والله نخاف يأكله الذئب ليش لأنه أكبر من ذلك الأولى أن يكون قادر على الدفاع عن نفسه ما منقول غلام ما منقول طفل الزي طيب قال وفي هذا الوقت كانت هي زوجة امرأة العزيز كانت زوجة في ذلك الوقت الذي كان فيه يوسف عليه السلام 14 سنة أغلام قال كانت هي زوجة وكان زوجها لم يرزقا أولادا كما يبدو في قوله تعالى عسى أن نتخذه ولدا ويكون هناك يأس أو شبه يأس من الولد فلا بد أن تكون قد مضت على زواجهما فترة يعني ما بيوصل الإنسان المتزوج والأزواج ما بيوصلوا مرحلة اليأس إلا بعد مرور سنوات ويش من أول سنة ويقول لك مش قاتلين نخلف راحت علينا يا عمي صبرك حلمك حلمك عليها وحلمها عليك احنا كمان هذا موقف يعني وحالة عجيبة احنا في شباب اليوم بتلاقيه بيروح مش عم بزبط طيب خير إن شاء الله خير إن شاء الله حلمك إسا بعدك ما ما صلك في القصر من بارح العصر بده يخلف عر ولاده لسه في أول زنة عمهلا جاي الأيام خير إن شاء الله ما بعضهم يكتئب وينقلب الزواج إلى جحيم ظنا منه أنه احنا في عندنا مشكلة أو هي عندها مشكلة يعني صبرك يعني الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة آخر إيشي قال لك رب العمي ويجعل من يشاء عقيمة ليش إن تجبتها أول إيشي قلت آه ما بتجيب أولاد أو هو ما بيجيب أولاد صبركم حلمكم وأنا بدي أقول مش بس للأزواج بدي أقول صبركم وحلمكم يا أباء يا أمها على أولادكم ها تخبتي لنا شيء ها وصيت لنا على شيء يا عمي خلوا ناس بحالها خلوا ناس بحالها يا عمي هي قضية يعني هو إحنا بس إنه يا الله جيب وخلف ومشي لا أنا أعلم إنه الحمد لله رب العمي في صحوة وفهم ووعي من شبابنا اليوم لكن بدها كمان فهم ووعي من الآباء والأمها ما يشدوا على أولادهم وإن كنا نقول تزوجوا الودود الولود النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة خلفوا لكن خلفوا كذلك بالوقت الصحيح وبالإدارة الصحيحة والضبط الصحيح ما فيما يمنع أمام يقول والله ما بدنا لا ما بدنا دخلنا في المحذور لكن بدنا لكن في الوقت المناسب لكن في الترتيب المناسب هذا والله أعلم عين الصواب والله تعالى أعلى وأعلم ومن يتوكل على الله فهو حسب وأما الإنسان اللي بيسلم أموره لله سبحانه وتعالى وبطبيعة الحال امرأي ظروف نفسه على الأقل بالحد الأدنى هذا هو الأصوب والأسلم والله أعلم خلاصة القول ما بالناشي احنا نستطرد كثيرا اليوم حتى ما نطول عليه قال وصلوا قال ولا يرد عادة أو على النفس عادة لهو خاطر التبني الآن هذا الزوج وهذه الزوجة عشا فترة من الزمن وصلوا مرحلة اليأس إنه ما في عندنا أولاد خلاص كم مدة هذه المرحلة لا ندري لكن يقول هنا قال خاطر التبني لا يرد على النفس عادة إلا حين لا يكون هناك ولد فهم لما قلها عسى أن نتخذه ولدا معنى ذلك أنه ما عنده ولد وقال ليش بده يتبنى إذا كان عنده ولد ما حاجته للولد قالها كان خلنا خادم مثلا لكنه قالها لا نخلي ولد هذا يعني أنه أراد لهذا الغلام أن يكون ولدا فلا بد أن تكون قد مضت على زواجهما فترة يعلمان فيها أن لا ولد لهما وعلى كل حال فالمتوقع عن رئيس وزراء مصر ألا تقل سنه عن أربعين سنة طبعا سيد قطب يرجع في هذا إلى الرواية التاريخية في شأن الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت في التاريخ المصري أنه والله رئيس الوزراء الأصل به أن يكون شابا أن يكون قويا أن يكون متمتعا بكثير من الصفات من ضمنها أن لا يتجاوز سنه الأربعين مثلا حتى يكون قادر على الأداء بالشكل الصحيح أولا لا إخوانا المصريين مش هيك طيب مش يكون عمره ما عرفش يعني ما بدهش أتدخل في السياسة على سبعين سبعين بعضه شباب يا عمي شباب القلب يا أخي شو بدك بالحك قال فلا بد أن تكون قد مضت على زواجه ما فترة يعلمان بها أن لا ولد لهما فالمتوقع عن رئيس وزراء مصر أن لا تقل سنه عن أربعين سنة وأن تكون سن زوجه حينئذ ثلاثين سنة ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعين سنة عندما يكون يوسف في الخامسة والعشرين أو حواليها لما كان عمره يوسف أربع عشر سنة قدر أن عمر العزيز أربعين سنة وقدر أن زوجة العزيز أقل منهم عشر سنوات تكون عمرها ثلاثين سنة طيب لما صار يوسف عليه السلام خامسة وعشرين سنة صار عمر زوجة العزيز ماذا؟ أربعين سنة قال فالمتوقع إذن أن سنها كان أربعين سنة عندما كان يوسف في الخامسة والعشرين وهذا يعني أنه بالفعل في ذروة الشهوة في ذروة الغريزة في الوقت الذي جاءت هي وراودته فيها عن نفسه طيب قوله تعالى على لسان يوسف قال معاذ الله إنه ربي معاذ الله إنه ربي قلت لكم أنا مع الرأي الذي يقول كالتالي لفت لنظرها إلى أن البيت وإن خلا من الرقب فإن عليهما رقيبا لا يغيب هو الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن تخافه وتخشى عقابه لأنه هو العليم السميع البصير وقوله معاذ الله ذكرنا أنه يستعيذ عوذا بالله سبحانه وتعالى وهذا فيه إشارة إلى الحماية والعناية الربانية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصيرون برجعون والله سبحان عفوا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أخبر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بمجرد ما يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى يقويه ويحجب عنه الشيطان ويبعد عنه أثر الشيطان ومما يجب حقيقة علينا أن نفهمه أن ذكر الله والشيطان لا يجتمع أنت بمجرد أن تذكر الله الشيطان يهرب الشيطان يهرب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنه يفر وله ضراط الشيطان لما يتأذى من ذكر الله تعالى فأنت مع المعصية حتى وإن وجد الإنسان نفسه في معصية يستعيذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه في حالات الغضب لما يكون الإنسان غضبان وحالته حاله ثائر كلمتان لو قالهما لذهب عنهما يجد حكى لهم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما هما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو قلت أنت غضبان وأنت زعلان وأنت فاير قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن هالأيام إحنا رجال إيش إذا غضب أنت كذا وأنت كذا بيروح وطلقها يا عمي بدل ما تقولها أنت كذا قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نفس غضبك تجاه الشيطان مش تجاه الزوجة وتعي يا شيخ والله يا شيخ كنت غضبان وطلاق الغاضب لا يقع ومين قال لك طلاق الغاضب لا يقع وفي حدا بيطلقه وبضحكه مبسوط كلهم بيطلقهم بزعلانين وهم غضانين الطلاق الذي لا يقع هو الطلاق بإغلاق قال لا طلاق مع إغلاق شو يعني؟ يعني جن الزلم جن لما يغلق على عقله بمعنى لو سألته ما بتذكر شي هو فقد عقله من شدة العصبية والغضب فقد عقله هنيهة تجي بتقوله شو صار معك ويقول لك والله ما بعرف يا عمي ما بتذكر شي ما بتذكر شي لكن اللي بيجي بتذكر اه والله قلت لها وقالت لي وحكت لي وحكت لها بعدين قلت لها انت كذا كل الطلاق يقع روح رجعها ليش؟ لأنه متذكر كل شي متذكر كل شي ألم وقل لك والله ما بعرف شو صار والشهود هم اللي بيحكولوا اه والله انت حكيت لها او انت عملت لها او هي بتذكره وإلا هو خلاص اغلق على عقلي بمعنى هذا العقل امتنع وشو معنى هذا الكلام؟ يعني رفع عقله عن ثلاث عقله يعفى من الاحكام تكليفية لا يكلف لما يرجع ويصحو يعفى لكن الاغلاق مش الجنون طبعا انا اقولها مازحا انما الاغلاق هو المجاوزة في الغضب الحد الذي يصل فيه الانسان على عدم السيطرة على تصرفاته واحواله هذا هو الاغلاق ربما مرحلة قبل الجنون بقليل لكنها فوق الغضب مرحلة متقدمة لا يستطيع ان ان يتذكر فيها شي وانا كل الناس بتطلع وانا اطلقت وانا زعلان يا شي وانا غضان خير ان شاء الله يعني اذا ما وصلت مرحلة الاغلاق لا بدك تحسب الحساب ان انت هذا الطلاق يقع وروح رجع مرتك وخليها وامتنع عن هذه الكلمة ليكن لسانك اسرع الى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم منه الى كلمة اخرى الى شتيمة او الى طلاق او الى غير ذلك والعياذ بالله طيب قال انه ربي تمام قال معاذ الله انه ربي يعني به الهه سبحانه كما ذكرنا ولا يعني به حقيقة العزيز وان كان البعض يظن انه يعني العزيز ويقول البعض هنا يقتبز الشيخ ويقول ولا ان كان قوله انه ربي على قول بعض المفسرين انه زوجك ظنين ان يوسف يخوفها بهذا بذكر الزوج فان قوله انه ربي قاصدا الله فيه من الترهيب اكثر يعني هم يعن بيقولوا انه يوسف عليه السلام لما قلها انه ربي يعني بده يخوفها بزوجها بينما يقول الشيخ احمد نوفل انه لما يقول انه ربي اي الله في هذا تخويف اكبر مش انتم تقولوا بده يخوفها طب ايهما اخوف زوجها ولا رب العالمين الله حتما فهذا اخوف اذا كنتم تبحثون انه والله هو بده يخوفها طيب خوفها برب العالمين أو لا أولى أن تخاف من الله سبحانه وتعالى على أن تخاف من زوجها وذكرنا لكم أنه من بعد ذلك ستأتي الآيات وتتحدث عن استعمال يوسف عليه السلام للغة المحكية أو المعروفة في ذلك الوقت والله تعالى أعلى وأعلم إنه لا يفلح الظالمون أذكر هنا بعض المقتبسات في قوله للظلم قال أولها ظلم النفس يعني هو يوسف عليه السلام يقول لها إنه لا يفلح الظالمون أول شيء الفلاح الفلاح قال هو النجاح في الدنيا غالبا 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 يعني بنسبة 99% كلمة الفلاح في القرآن الكريم تستعمل للنجاح الدنيوي وإن كان معناها العام قد يكون نجاح دنيوي ونجاح أخروي ويا إخواني كنا بصدقوني ما في نجاح دنيوي للإنسان المؤمن إلا متعلق بالنجاح الأخروي يعني أنت كمؤمن إذا فلحت في الدنيا كمؤمن أكيد أنت فالح في الآخرة أكيد أنت فالح في الآخرة لأن هذا النجاح في الدنيا ليس إلا جزء من نعيم الله تعالى عليك في الآخرة فيكتب لك النجاح في الدنيا في طريقك إلى النجاح في الآخرة لكن من باب الإحاطة الفلاح في القرآن الكريم غالبا ما يقصد به النجاح الدنيوي مع ما لا يمنع أن يكون أيضا نجاحا أخرويا والله تعالى أعلى وأعلمه قوله إنه لا يفلح الظالمون بمعنى الظالم لا يمكن أن ينتصر طب لما استعمل كلمة الظالم ما الظلم الذي بإمكاننا أن نصوره هنا يذكر هنا الشيخ أحمد يقول أولها ظلم النفس الإنسان لما يقارب المعصية هو يظلم نفسه أولا الإنسان لما يعصي أول من يظلم يظلم نفسه تمام؟ بتدسيتها وتجريئتها على الخيانة يعني هذه المرأة ظلمت نفسها بمنقربة المعصية وجرأت نفسها على الخيانة والعياذ بالله وهذا الفعل الشائن وإن كان فيه قضاء الوطر ربما هي في النهاية تصل إلى إشباع هذه الرغبة لنقول أنها أشبعت هذه الرغبة إشباع الرغبة كفعل انتبهوا إخوان الكرام للكلام إشباع الرغبة كفعل بمنعزل عن الظروف هل هو فعل شائن ولا فعل جيد إشباع الرغبة بشكل عام هذه فطرة صح ولا لا الفطرة لا بد أن تأخذ مجراها لكن مش شائن مش بس إشباع الرغبة إشباع الرغبة قد يكون محمودا وقد يكون مذموما الذي يقرر هو الوسيلة الذي يقرر إن كان قضاء الوطر محمودا أو مذموما هو الوسيلة احنا قلنا هذه فطرة الله فطر الناس عليها نحن لا ننكر الفطرة أخوان كرام لا ننكر الغريزة دير بالكم نحن لا ننكر الغريزة إنما ننكر الوسيلة لإشباع هذه الغريزة طيب هذه المرأة عندها هذه الغريزة عندها هذه الفطرة تريد قضاء الوطر ما في حرج روح عند زوجك مش تجي عند واحد تغوي وتراوده عن نفسه هنا الخلل فقضاء الوطر كفعل الأصل به أنه سلاح ذو حدين الأصل به يوجه في مجالين أنت تقرر إن كان حلالاً أو كان حراماً قد يكون مكاحاً وقد يكون سفاحاً والعياذ بالله قال وهذا الفعل الشائن وإن كان فيه قضاء الوطر إلا إن فيه إطلاف للقيم وين قيمت الحفاظ على الزواج وين قيمت الوفاء لهذا الزوج وين قيمت احترام هذا الرجل الغريب الذي أتى إلى هذا البيت كيف إحنا الآن نزيل كل هذه العقبات وكل هذه الأبواب وكل هذه الحجب ونخلع السطر عن أنفسنا والعياذ بالله قال وتدمير المعاني والأخلاق وأين هذا من هذا ثم إن قضاء الوطر بذاته جريمة فكيف إذا انضم إليه جيش من الجرائم بمعنى قضاء الوطر بالحرام يقصد الشيخ هنا أنه قضاء الوطر بالخيانة حرام جريمة فكيف لو انطوى على ذلك جيش من الجرائم الأخرى بما فيه من إفساد المجتمع وللذات ولهذا الشاب الغلام إلى غير ذلك وكما قلنا في أول الأمر هو ظلم للمرأة نفسها وستعترف بذلك بعد ذلك قالت الآن حاصل حق أنا روتته عن نفسه وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلى آخر الظلم الثاني قال ظلم للزوج بخيانته يعني هي هذه المرأة ظلمت نفسها ثم ظلمت زوجها بخيانتها وهل الظلم بأكل دريهمات وبانتهاك الشرف والحرمات والأعراض ليس ظلم إنه أخصى الظلم ثم ظلم للحكم الإلهي يعني لما رب العام نقل لك الزواج بس وانت رح تدور على أبواب أخرى بعيد عنكم هذا ظلم هذا ظلم للمنهج الرباني الذي أنزله الله تعالى في هذه الدنيا حتى إيش ورب العام ننزل علينا القرآن بس عشان نقرأه عشان شوء حتى نطبقه قال لك ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا مش قال ولا تزنوا لا قال ولا تقربوا الزنا لأنه هي خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه تبدأ خطوات إلى أن تصل إلى مبارك ما أجاكم والعياذ بالله يا رطيف فبالتالي قال ظلم للحكم الإلهي أوليس في ترجح قول الشيطان وتزينه على حكم الرحمن قسمة ضيزة جائرة ظالمة بلى والله طيب قال من بعد ذلك إن الظالم وإن نجا مؤقتا ليوقي عن الله به ما يشيبه هولا وإن الله عز وجل لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلى عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يا لطيف يا لطيف طيب هذا الآن بالنسبة لهذه الآية الظلم ظلمها لنفسها ظلمها لزوجها ظلمها للحكم الإلهي الذي أنزله الله تعالى الآية الثانية وهي أكثر تعقيدا من الآية الأولى ولقد همت به همت به ما اكتفت بالكلام وهيت لك وهي الأمور مجهزة وما في حدا والأمور على كيفك لا ولقد همت به الآن انتقل الفعل من مرحلة مثل ما بقول القول إلى مرحلة الفعل وهم بها وأنا أريد هنا أن أقترح وأقول ارجعوا إلى مصاحفكم وبعد ما تشوفوا ولقد همت به ضعوا فوقها علامة الميم الوقف الدازم لازم تتوقف هنا ما بطير لازم توقف إذا ما وقفت خربت المعنى وخبصت الدنيا ولقد همت به بس وقف ما تكمل وهم بها لولا أضرأى برهان ربي هذا أجود وقف وأجمل معنى يصل وأكمل معنى يصل ما سوى ذلك أنت دخلت عباس بدباس وخربت الدنيا الآن طبعا هذا الرأي رأي مجموعة كبيرة من المفسرين على رأسهم شيخنا الشيخ أحمد الذي نقرأ في كتابه وكذلك رأيه ابن حزم وغيوه من المفسرين قال لك لا يمكن ولقد همت به وهم بها لا هو ما هم بها هي اللي باشرت هي اللي بدأت هي اللي جهزت وأعدت كل هذه المسألة وكل هذه التنفيذية لتصل إلى مرادها لذلك أنا أقول ارجعوا إلى مصاحفكم وتأكدوا دائما عندما تقرؤون في هذه الآية أن تقفوا هنا ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحش قال بعد محاولتها الكلامية لجأت إلى ما هو أرقى منها يعني كان كلام مجرد حكي الآن انتقل إلى درجة أعلى ولكنه استمر أي يوسف عليه السلام كالجبل الأشم وهل إذا ناديت جبلا تبعك أو إذا شددته بحبل لحقك أنت لما تنادي على جبل برد عليك بتشده بحبل بتحرك هكذا كان يوسف عليه السلام صامد ثابت على أمر الله تعالى طيب إذا الموضوع مش موضوع مساومة أنه آه والله هي قاعدة بتجادله وهو بجادلها يعني لا 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 الموضوع محسوم عند يوسف عليه السلام هي ربما هي ربما لسه الموضوع مش واضح عندها لما قلها معاذ الله فكرت أنه يعني هو فاستعصم هو عم بيكبر حاله عم بيدلل وشيك بيقولوا تتذكر أبو الكنافة شو عملنا له قاعد يتدلل لا أريده وشي عارف إيش بس بعد شوي شو لانت نفسه لانت نفسه لهذه الكنافة تشبيه فقط يوسف عليه السلام ما كان في هذا الموقف يوسف عليه السلام الأمور خالصة عنده لا يمكن أن يقرب هذا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون نحن فاتنا نحكي إنه أحسن مثواي أحسن مثواي بعضهم يردها إلى العزيز ليش لأنه شقلها قالها أكرمي مثواه فقال يوسف عنه قال أحسن مثواي لا حتى هذه نردها إلى الله تعالى لأنه من كرم الله تعالى بيوسف أن أرسل له من يكرم مثواه من يحسن مثواه والذي كان من العزيز هنا ما في دلال عند يوسف عليه السلام ويوسف لا يساهم في هذا الأمر لا منهجه واضح وفكرته واضحة وعرف وين ماشي لكن هي اللي عندها العفن في عقلها وفي ثقافتها وفي تصرفاتها حتى في مجتمعي هذا السيء الذي صنعته وهيئته لأن المراودة ما كانت بس بمجرد فعل أو مرة واحدة إنما كانت مرارا وتكرارا وهنا مثل ما بيقول خلاص خاتمة الحالة وخاتمة التزيين تزيين الشيطان هنا يقول الشيخ وإحنا ما تبقى معنا وقت طويل حقيقة لكن فقط مدخل للأسبوع القادم يقول وأنا أقتبس هنا من قوله هو يقول وهذه الآية مما زلقت فيه من أسف أقلام ووقعت وضلت فيه بعض أفهام وأمرها يسير جدا على من أوتي فهما ولو قليلا لمعاني الكلام كثير من الناس قلت لكم شرقوا وغربوا لكن والله الأمر أبسط من ذلك إن الآية بسيطة كل البساطة واضحة كل الوضوح فما حاجتنا إلى استعمال نظارات أو نظارات الروايات الإسرائيلية أو الخيالات المريضة والأوهم ليش نرجع للإسرائيليات يا أخي الآية واضحة الآية واضحة يا أخي ما بدأ اثنين يحكوا فيها ليش نروح على الروايات الإسرائيلية لا هو فكر فيها بعد شوي شاف صورة أبو بنادي عليه ومش عارب مين قال يا عمي ليش ندخل في النص ما ليس به يا هذا مزعج هذا مزعج وينزع روح القرآن الكريم لذلك يقول لسنا بحاجة إلى نظارات الروايات الإسرائيلية أو الخيالات المريضة والأوهام والآية ببساطة أختم بس بهذه الفقرة إن شاء الله يقول والآية ببساطة تقول وبتحقيق مقترن بالواوي واللام وقد ولقد ولقد أنها همت به وعند هذا نقف كما قلت لكم ثم نقول وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْرَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ وقد يعترض معترض على الذي نقوله من أن يوسف لم يقع منه لا فعل ولا أدنى درجات الهم بالفعل قد يعترض فيقول لماذا لم يقول النص وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَمَا هَمَّ بِهَا ليش ما نقول من البداية والريحانة وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَمَا هَمَّ بِهَا منطق الكلام لا مش منطقي ليش يقول الشيخ أحمد نوفل وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَلَوْلَا أَرْرَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا طيب ليش ما قال مثلا شو الآية ولقد همت به وهم بها لو لا أرأى برهان ربه قال لك ليش ما جاب ولولا أرأى برهان ربه لهم بها ليش أخر برهان ربه للأخير قال لك إن كان النص قد قلب بهذه الطريقة أو في الطريقة الأولى ولقد همت به وما هم بها قال بحر من البلاغة سيجف إذا كان القرآن استعمل هذه اللفظة اللي بدهم إياها الناس قال لك بحر من البلاغة سيجف وإن محيطا من الإشارات الإيمانية كان سيتبخر سأضرب هنا مثلا قل لك هب أن شخصا ماشي في الطريق فجأة رأى واحد جذبه من الطريق هكذا وأخذه إلى اليمين اطلع فيه ما لك شو اللي عملته بعد شوي وإذ بشاحنة تمر مسرعة كادت أن تؤدي به فماذا قال هذا الرجل الذي جذب قال لصاحبه داستني السيارة لولا أنك جذبتني شو بيقوله بيقوله لولا أنك جذبتني داستني السيارة لا المنطق يقتضي أنه بيقوله داستني السيارة بمعنى أنه شو يرطيب شو السيارة داستني السيارة لولا أنك جذبتني وهذا تماما ما حصل مع يوسف عليه السلام وهم بها لولا أن رأى برهان ربه تمام فهو هذا الزلمة بيأتي بوقف يقول لك لحظة شوي لولا أنك جذبتني لداستني السيارة لا قل لك داستني السيارة لولا أن جذبتني فهل داسته السيارة ولو مثقال ذرة يعني الدوس لما تيجي السيارة تصدم الواحد تصدم بالتقصيط كلها بتشيله مرة وحدة يا لطي لا يجزى هذا الفعل قال فهل داسته السيارة ولو مثقال ذرة إن كان الدوس يتجزأ والجواب لا لكنها المبالغة في كونه على حافة الخطر ثم الامتنان للمنقذ صاحب اليد الذي جذبته فلما نقول وهم بها لولا أرأى برهان ربه إشارة أولا إلى معنى أن الهم أديش كان قريب إلى قلب يوسف عليه السلام لكنه ما هم لما امتنع من معنى ذلك لهذه الآية أحوال وشؤون وأنا أدعو الجميع حقيقة أن يكونوا معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله من يوم الثلاثاء لنقف في هذه الآية العجيبة العظيمة والتي فيها آثار وفيها أفكار كثيرة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم حتى نلقاكم إن شاء الله في الاسم والقادم